نرجع معكم مشاهدينا ومنتبع لقاءاتنا من يوم جديد بلقاءنا التالي منستقبل معنا دكتور إبراهيم جبارة اختصاص جراحة لثة وأسنين وزرع أسنين موضوعنا رح يكون عن الهوليوود سمايل ابتسامة النجوم أهلا وسهلا فيك دكتور يعطيك ألف عافية أهلا فيكم بداية ليش منسمية هوليوود سمايل أو ابتسامة النجوم لأنهن بيعملوها أكتر من غيرهم ليه من وين جيت التسمية ابتسامة النجوم هي هوليوود سمايل طبعا بما أنه النجوم تبع الهوليوود كان يعملوا سمايل تكون مميزة فطلع أنه يعملوا على نسعة هذه الابتسامة طبعا نحن نحن نجوم الهوليوود يعني عم نحكي مصممين عالميين عم يصمموا ابتسامة بمعايير تقدر تتناسب مع شكل الوجه وأكيد هي معايير الجمال بدقة عالي أدي الابتسامة مهمة دكتور حضرتك كطبيب أسنين بتعرف أنه يمكن أهم شيء بالوجه وفي كتير أوقات الناس يلي عندهم مشكلة بابتسامتهم بيضلوا كل الوقت حاطين إيدهم على تمهم يعني عندهم هيك بحياتهم البودي لانجوج طبعا بيتغير من وراء ابتسامتهم أدي بتركزوا على هيدا النقطة؟ وهلأ بنعرف أكتر لمين مستحب يعملها الهوليوود فعلا الابتسامة هي بتعطي سئة للشخص بنفسه أول شيء وعشان هيك مثل ما ذكرت حضرتك أنه إذا ما كانت الابتسامة عندهم في خلل معين فيها ممكن يسبب لهم إحراج وخاصة أنه بحطوا إيدهم على تمهم وقت البدي يبتسموا فعشان هيك نحن عليزم نسلط الضاء أنه شو هي مشاكل الابتسامة وكيف فينا نحن نقدر نحسن من مظهر الابتسامة لحتى نصل للشكل اللي هو منسميه الهوليوود اسماعيل مثل ما ذكرنا ابتسامة النجوم كيف بتحضروا لها دكتور بالأساس يعني كل الأشخاص هن مؤهلين أنه يزبطوا سنانهم ويصير في عندهم هالابتسامة يلي منسميها ابتسامة أو أسنان النجوم ولا لا في أشخاص محددة ما فيه أن يكونوا عم بيعملوا هذه الأسئلة أكيد هلأ نحن إذا نجي منعرف شو هي الابتسامة أول شيء شو مكوناتها الابتسامة إذا نحن منتطلع بالتم يعني نحن أول ما نتطلع بالشخص أمامنا من بعد ما نتطلع بالعيون وبلون العيون نجي للتم اللي هو الشيء الثاني اللي ممكن نحن نتطلع فيه من بعد العيون طبعا الابتسامة هي إذا نتطلع هي مكونة من جزئين الأسنان بشكل رئيسي والشفاف اللي هني اللي بيغطوا الأسنان فهيدي الابتسامة بدي يصير في عنا تناسق ما بين الضحكة يعني الابتسامة وقت اللي بيبتسم الشخص كيف بيبين شكل الأسنان بيكون متناسق مع حجم اللسة مع حجم الشفة فهون نحن بنقدر نحصل على الابتسامة تكون حلوة كيف بدأت تصير هيدا الابتسامة إذا نحن بنحكي عنها أول شيء فيه مثل ما قلنا معايير إذا بننمشي عليها لأنه دايما يعتبر الفم هو جزء من هيدا الوج الموجود عند الإنسان فإذا نحن جينا طلعنا على حجم الأسنان يكون متناسب مع شكل وحجم الوج طبعا كمان بيتميز شكل الأسنان بين الفميل والميل بيختلف كمان كل شخص عنده كاركتر خاص فيه بيميز ابتسامته بيميز شخصيته حتى يعني دايما عند الفميل بتكون دايما شكل الأسنان أكتر راوند بينما بيكون عند الميل بيكون أكتر الحواف طبعا الأسنان بتكون بشكل حدي أكتر لتعطي شخصية رجلية أكتر رح نشوف صور حضرت لنا إيها داكتر نعلق عليهم وأكيد نتعرف أكتر كيف بتحضروا الشخص يلي بدوا يشتغل على الهوليوود هي الابتسامة طبعا مين حضرتك ذكرتي أنه مين ممكن يلجأ لأنه بحاجة لهذه الابتسامة طبعا إحنا مع تقدم العمر عب يصير في عنا تغيرات فيزيولوجية وعب يصير تغيرات ببنية الأسنان وحتى ببنية شكل الوجه كله تقريبا فإذا نحن نلاحظ أنه إذا نتطلع بالشفة بيصير كمان حجمة بيصغر مع تقدم العمر كمان نفس الشي الأسنان بيصير تتعرض للتآكل مثل ما ننا شايفين عب يصير في عنا تآكل بالأسنان مع أنه الأسنان بعدها متينة وموجودة بالفك بشكل طبيعي طبعا هون بنلجأ نحن لعملية الكراونز أو الاستخدام القشور السيراميك المنسميها الفينيرز اللي هي ترجع تعوض لنا شكل السن بشكله الطبيعي وبيكون بنسب يعني كل السن بالتم موجود له حجم معين مفروض يكون يعني مثلا الأسنان الأمامية اللي شايفينها بالوسط بتختلف عن الجانبية اللي هي الترالز بتختلف عن الكنينز بتختلف من خلال الحجم وكمان من خلال الطول هلأ نحن الإبتسامي مش بس بتقف عند أنه شكل الأسنان يعني كمان بنحكي شي تاني أنه يكون أكتر كفانكشن كوظيفة بدي قوم فيها كمان العضة يعني هلأ الشغل بعدنا عم نشوف بهذه الصورة بس يصير في عنا تآكل بالأسنان يعني هون نحن بدي يتعرض كمان تغيير لشكل الوجه كله لأنه البعد العمودي لهذا الوجه الأسنان بيكونوا هوني مسبتين للبعد بشكل يكون يعطينا شكل للوجه مشدود وقت اللي بتتآكل هايدي الأسنان طبعا منحس أنه الدعن صارت قريبة أكتر للأنف عم بيصير في عنا تغير بالريشيز اللي هوني لازم يكونوا سبتين بالبروفايل طبع الوجه فهون كمان نحن هدفنا أنه نرجع نعيد البعد العمودي للأوريجين للأصل اللي كان موجود بشكل يرجع يعطينا شكل طبيعي كيف بدأت تصير هاي المراحل أكيد أول شي بدي يصير فيه تحضير لهالأسنان وخاصة الأسنان اللي هي متعرضة للتآكل أنه نقدر نحن نحضرها للي يجي محلة الأسنان اللي احنا محضرينها بتلزقوا شي دكتور عم السنان؟ تماما بعد ما نحضرها مقدار السماكة اللي نحنا بننشيلها من اللي هي قد بتكون قد حجم الأسنان اللي راح نركبها لحتى ما يتفرق كتير بالشكل وحتى عشان هيك نحن نشوف أشخاص بيكونوا مراقبين أسنان بتكون بارزة كتير كتير وأبيض بيكون هيك كمان قاسة شوي يعني جد بتبين بلاطة فهون بيبين منو ناتشرال يعني نحنا إذا بنقول للمشاهدين أنه الهولوود السمايل هي كلمة كانت قريبة أكتر للناتشرال مش نروح لشكل أنه لون أسنان ضخمة ولون بيضة كتير نصعة البياض يعني هيدا بيدل أنه هي هولوود السمايل بالعكس للغوود أنه تعطينا ابتسامة حلوة وتبين أنه أوريجينال أو ناتشرال ما تبين أنه إصطناعية أو أرتيفيشال بتبروه دكتور من السن؟ طبعا بأسير شيء عليه؟ هلně هوا نحن نحن يتوقع أنه عب يسير فيه تآكل بالأسنان بهذا الكيس اللي نشوفه عب يسير فيه تآكل بالأسنان والدي يعني مبرط الأسنان فنحن بس عم نعمل سبيس لنقدر نحط الأسنان أو القشور السيراميك بشكل أنه تعود بس عن المقدار السماكي اللي نحن شلناها حتى ما تبين أنه في عنا بروز مثل ما قلنا فمنحصل بالنهاية المراحل اللي هي بتبلش تحضير الأسنان وبعدين المرحلة الثانية اللي هي بتصير بالدانتال لاب يكون في عنا دانتال لاب بيحضر الأسنان والخطوة الثالثة بتكون أنه تركيب الأسنان بشكل أنه أول شي تكون صديقة للسة بحيث أنه ما تكون فيه حواف يجمع فيه بقاية أو فضلات طعام وتسبب لنا التهابات وتاني شي منركز على اللون الأسنان وطبعا اليوم الهوليوود سمايل بتروح أكتر للون الناصع البيض هو شو الأنسب؟ بيكون بتشوف بالأساس لون البشرة أو لون الدرس بأساسه شو بيكون تتروح على اللون؟ أكيد لون البشرة لون بيلعب كتير وشكل الوجه حتى بيلعب كتير يعني اليوم ما فينا نيجي نحنا إذا كان عنا وجه صغير نركب أسنان حجمة كبيرة يعني إذا تحكي الشخص رح يبين في عنا خلل لأنه ما فيه تناسق وهذا ما تسميه الهارمونيزيشن طبعا السمايل مع الفيس كله سوا فهو بدي يكون في عنا تناسق وأكيد اللون بيلعب دور يعني فيه أشخاص منلاقي أنه اللون الأبيض بيناسبهم كتير لأنه بيتناسب مع لون البشرة وفيه أشخاص منحس اللون الأبيض منه مناسب لأنه لأنه اللون بشرتهم يمكن ما بيتناسب معه يكون ناصر على البيض شو النوعية اللي بتحطه دكتور؟ طبعا هلأ مثل ما أنا شايفين نشوف حتى أنه أحيانا بيكون في عنا كمان حاليات بيصير في عنا لسة وأتبدأت بحطك الشخص بيبين شريط للسة كمان هون احنا بنقدر نعمل كنترول أو مانجمنت لهذه اللسة نعلية ونركب مثل ما أنا شايفين القشور أو السيراميك كراونز منركبهم على الأسنان حتى نحصل على أسنان أول شي ناصعة البيض وأكيد هذا اللون ما أنه هو الدرجة أقصى درجة من الأبيض بعد في أعلى منها بس إنما هذا اللون عبي تناسب مع بشرة ومع لون زي ما نشوف كيف عبي تناسب مع لون ومع شكل الشفة والبشرة لحتى نحصل على ابتسامة تكون أول شي مثل ما قلنا نحنا مش بس نركز على اللون وعالشكل كمان نركز على العضة أنه تكون وتقدر تحفظ لنا المسافة للوجه وكمان الأهم من هيك عم نشوف بهذا السلايد الريش وكيف بدأت تكون يعني حجم كل السن قداش لازم يكون له نسبة موجودة بهذا الفك بحاس أنه ما يكون في عنا أسنان أنه شكله يكون كله مثل بعض أنه منلاحظ كثير أشخاص كحجم حجم الأسنان بيكونوا كله نفس الحجم أكيد هذا الشكل ما رح يعطي ابتسامة حلوة فإذا نحنا الديزاين طبع الابتسامة هي خطوة استبائية قبل ما نفوت بالعملية التركيب الأسنان دكتور بتلحقوا السن إذا في مشكلة بالسن يعني أنا إذا سنين هيك بهذا التدرج ماشيين بتلحقوا السنين إذا أنا لا يمكن عندي كمان ما بعرف إذا في أنواع سنين 25 يمكن 25 10 50 ما بعرف في خلال فيهم عايد الشيء كمان كتير بيصير لأنه بيكون عندنا في مشاكل بالنمو بنمو الفك وحجم الأسنان ما عم بيكون متناسب مع حجم الفك وعشان هيك منشوف كتير أشخاص منشوف في أسنان عندهم فيها بروز بشكل أنه منحس أسنان بارزة لبرة لجوه كتير أو فيتي لجوه كتير منقوا أو متراكبة فوق بعض الأسنان طبعا هون اختلف لأنه حجم الأسنان ما عم بيتناسب مع الحجم الفك الموجود طبعا هون العملية هي مفروض تبلش بأعمار كتير صغيرة بأعمار عشرين سنة تحت العشرين لأنه بهذه المرحلة بيكون بعدنا بمرحلة النمو وطبعا هون بيكون دور حكيم تقويم الأسنان أنه بيقدر يحاول يساعد الفك على النمو بشكل طبيعي طبعا هونيك في عوامل بتأثر على هيدا النمو منسميه النن ريجولر يعني غير طبيعي طبعا ممكن يكون في تنفس بالفم ممكن يكون في عادات سيئة مثل مص الأصبع ممكن يكون في عنا بشكل أسباب أو تسوس بالأسنان كل هيدا مشاكل ممكن تخلي لنا الأسنان ما يكونوا مصطفين بشكل طبيعي بالفك يعني لازم تزبطه قبل نعالج وبعدين بترجعه لنشوف ساعة ممكن أحيانا ما نحتاج لأنه نبرد من الأسنان يعني بس من خلال عملية تقويم الأسنان نحن نجلس الاستفاف طبعا بشكل طبيعي وإذا كان لأينا أنه النسب مننا متناسئة أكيد رح نلجأ لعملية تلبيس الأسنان أو حتى اللون في عنا بعض البيشنس بيكونوا حابين يغيروا لون الأسنان أو شكل الأسنان مثل ما أنا عم نشوف يعني عم نقارن بفور وافتر مثلا كأسنان العضة غلط هون كايد فور العضة لأنه صار في عنا أول شيء سبيس بين الأسنان السفلية وعم نشوف سطح الأسنان عم يكون أكتر حاد لأنه صار في تآكل فيها طبعا إذا نحن منلاحظ الحواف في التلبيس مع اللسة ونلاحظ لون اللسة كيف لون طبيعي هذا الشيء كمان ضروري بعملية الهوليوود سمايل بحيث أنه ما يتجمع فضلات طعام أو يصير في عنا أي التهابات باللسة وأكيد التهاب باللسة هو سبب رئيسي لأنه تفشل الهوليوود سمايل ويسبب تسوس للأسنان تحت الكراونز يعني إذا واحد عنده التهاب باللسة بتعالجه بترجعوا بعدين بتعملوا الهوليوود سمايل ولا بتفضلوا ما ينعمل الهوليوود سمايل أول شيء نحن قبل ما نبلش فيها بنا نعمل علاج للأسنان إذا فيهم تسوس وأكيد اللسة نقدر نعالجها ونقدر نحن نحافظ على شكل الطبيعي مثل ما قلنا إذا في أشخاص بصير عندهم نوع من الإبتسامة اللسوية بحيث إذا ضحكوا بيبين عندهم الشريط من اللسة هون نحن بنا نحدد شو سبب هيدا البروز اللسة هون ممكن يكون سبب أنه الالتهابات اللسة أو أنه في بعض أشخاص بيتناولوا أدوية وخاصة أمراض القلب بياخدوا أدوية أو أمراض الإبليبسية للصراع ممكن ياخدوا أدوية كمان تسبب تضخم باللسة فهون بيكون سبب الأدوية نعم بياخدوها طبعا هون نحن ممكن نعمل علاج جراحي لللسة نستقص لللسة الزائدة منسميها أو أنه إذا كان عندنا الشخص عنده نمو زائد بالفك بيكون نمو بعضم الفك زائد طبعا هون نحن نروح نلجأ للجراحة أيضا بعملية لوفرت وان وهي رفع الفك العلوي أو أنه إذا كان عندنا أحيانا بيصير عندنا الهايبر اكتيفتي طبع العضلات طبع الشفة وقتنا منبتسم ترتفع الشفة أكتر من الحدود تبعها طبعا هون منلجأ لعملية حقن البوتوكس بهذه العضلات لحتى تبطل تطلع الشفة هون يكون نحن سيطرنا على أنه يكون مستوى اللسة ثابت عند الابتسامة بهذه تلات طرق هون دي ممكن نحن نعالج الابتسامة لسوية الخطوة الثانية بعد علاج اللسة نجي لشكل الأسنان طبعا علاج الأسنان بده يكون عن طريق مثل ما قلنا برد الأسنان ونحن اليوم في تكنولوجي حديثي عم بتصير اللي هي اليوم كله الديجيتال عم بتصير عم ناخد نحن الامبرنت بدون ما ناخد بالطريقة الكونفينشن العادية عم ناخدها بالطريقة الثري دي كاميرا عم ناخد نحن الاياس وبالديجيتال لاب عم بيكون ديجيتال لاب عم ببلش كمان يحضرهم بميلينج ماشين موجودة باللاب عم بيحضر الأسنان وعم نقدر نحن نسيطر على حجم الأسنان بالنسب والريشو اللي قلنا عنه لنحصر على ابتسامة تكون متناسقة دكتور قدي بدى صيانة خلينا نقول وبنفس الوقت قدي بدين الهوليوود سمايل كل قدي ممكن الواحد يرجع يعيد هلأ بحسب ما نحن عم نشوف طبعا هلأ اليوم في بعض مشاكل عم بتصير لنذكر المشاكل قبل ما نذكر قدي بالضاين بعض الأشخاص بيكونوا عم بيأكلوا مثلا أشياء آسية أو شيء بتقبع معهم بنسميها نحن الفينيرز مثلا طبعا هون نحن بترجع لأنه طريقة التركيب تبعها أو طريقة التسبيت تبعها عن طريق سمنت خاص فيها المفروض نحن هذه المشاكل تكون ما نعتبرها سبب رئيسي أو هذه بتكون في خلل معين إنما الهوليوود سمايل وقت اللي نحن نجي منسبتها على أسنان سليمة ما عنا أي مشاكل فيها وإذا كان فيها مشاكل ونكون مع الجينا طبعا هون بتروح لمدى كتير بعيد يعني ممكن يتخطى الثلاثين سنة وأكيد هاي دي فترة زمنية كتير عالية هون دكتور شو عم نشوف هاي دي كمان اليوم بيلجأوا بعض البيشنس بيكون عندهم حالة مستعجلة وحبين يظهروا بمظهر أسنان تكون جميلة بس ما في وقت لأنه أحيانا الهوليوود سمايل بتاخد معنا وقت طبعا هيدا شي بيسميه نحن الهوليوود سمايل فيك يعني اللي بتجي بنعمل متل جارد بالدانتال لاب كمان هون بيتصمم ديجيتال وبنعمل إنه نحن بس منلبسه بالفك إذا كان عندنا مناسبة إذا كان عندنا ممكن نظهر فيه بتاكل فيه ولا مثل الوجبة يعني فيها تاكل هلأ هون مش لأنه مش الكل بيقدروا يأكلوا فيه لأنه هيدا بيكون كتير طري يعني منه قاسي لا يتحمل قوة مضغل يعني بعدين بيتعرض للإهتراع وطبعا ممكن لأنه هو منه ثابت هيدا بس بتركب وبينشال هيدا بس كرمال إنه نحن نعطي شكل ممكن هيدا كمان ممكن عبين طلب وعبين عمل بالدانتال كلينيكس وعب يكون أوفر على جيبة المريض بحيث أنه وعب يلبي متطلباتهم بشكل ما نسميه نحن تيمبروري منه دايم بشكل عام دكتور أدي بده الواحد وقت حتى يخلص الهوليوود سمايل كتير في روحات ومجيات عند الطبيب تعتمد على طبيعة والحالة الموجودة عندنا إذا أكيد حالة بس تغيير شكل أسنان مرح تاخد وقت كتير واليوم كتير عب يتوفر بعيادات الأسنان الديجيتال ديفايسيز اللي هي نحن نعطي لدينا كاميرا 3D وحتى في بعض الكلينيكس عب تكون موجودة داخلها الدانتال لاب عب يكون موجود داخل الكلينيكس فأدوغري عم بياخدوا الياس للمريض وعب يعملوه بنفس اليوم أو جاومين مثلا بس نحن فينا نقول نوضح أكتر أنهي جلستين جلسة عم بتكون تحضير الأسنان وبعد ما نحضر الأسنان طبعا بديكون في شيء بروفيجينال كراونز لأنه مرح يفلل البيشنس واسنانهم مبريين ورح تكون الجلسة الثانية اللي هي مرحلة التركيب طبعا هلأ هون في بعض بقولوا أنه في تجربة كل ما كان في عنا دقة بالمأيس ودقة بالشغل أكيد رح نكون نحن عم نختصر كتير وقت وعم تكون هي فينا نقول أنه بجلستين جلسة تحضير وتشخيص وعلاج إذا ما عنا كتير علاج أسنان إذا كان عنا علاج مثل ما قلنا مثلا بالهوليوود سمايل بالقامي سمايل ممكن تاخد معنا أشهر ليش؟ لأنه نحن عم نعمل مانجمنت للصوفت تشو اللي هي لسه وهون بدنا حتى يصير في عنا شفاء تام للسه ممكن ياخد معنا أشهر فبعدين نرجع ونكمل لعمل معالجي دكتور في حال مثلا واحد عامل هوليوود سمايل ورجع طلع له كاري أو عنده مثلا شي معين بده ينظف أسنانه شو بيصير بالحالة؟ طبعا هم نتعامل مع هذه الحالة مثل ما نتعامل مع الأسنان الطبيعية في حال صار في عنا تسوص بالأسنان هلا أكيد سبب التسوص بده يكون في عنا مشكلة أنه يا أنه بيتنظيف الأسنان أو أنه في خلل معين لازم يتعالش هيدا الشي لحتى يبطل يرجع يتكرر مرة تاني فإذا نحنا منعتني بالأسنان اللي هي نسميها الهوليوود سمايل بشكل طبيعي مثل الأسنان الطبيعي ومفروض كل شخص إذا نحنا بنجي بشكل علمي كل ستة أشهر لازم يعمل هو تشيك أبع سنانه عند الحكيم لحتى يتأكد أنه ما في عنا أي مشكلة يعني ممكن نحنا كتير أنا بعرف مرضى مع الليجون يعني من فترات بعيدة مثلا يرجعوا لعنا بعد فترة لأنه في تسوص لأنه غابوا فترة طويلة عن العيادة لعنا أنه رجع عنده نصار تسوص ورجعنا نعالجه مرة تاني فدايما التسوص هو رزق أنه ممكن يحدث بأي وقت معين فنحنا لازم نظن نتابع بشكل دوري مع طبيب الأسنان في شي بعد دكتور نذكر عن الهوليوود سمايل وش بتنصح المشاهدين يلي قردي عاملين هوليوود سمايل أو ناويين على الخير أكيد الهوليوود سمايل وقت اللي نحنا بدنا نقرر نعمل هوليوود سمايل لازم نحنا أول شي نأكد على شغلة أنه ما يكون في عنا بروز بالأسنان يعني بشكل أنه يكون في عنا تناسب حتى نحنا مناخد يعني يعني العنجل بين المنخار والتم حتى لأنه كل ما صار عنا بروز بالأسنان كل ما صارت عنا تمنا نبين بارز أكتر وهذا الشي غلط لازم نحنا يتناسب مع الثاني بل أن نأكد على حجم الأسنان يكون بشكل طبيعي حجم الأسنان في معايير تكون حتى نحصل على ابتسامة تكون تبين طبيعية ما تروحوا دايما على الأشكال لأنه أنا بحكيكون عن خبرة ما رأيت معي وصدفت بايشنس أنه بدون أشياء هني مصممين أنه هاي معتقدين أنه هي بتعطيهم جمالة لابتسامة تواعهم وتبين أنه بعدين أنه لا هني مش لأنه ما سمعوا من الحكيم فدايما الحكيم دايما بيحاول أنه يعطيهم الأشياء اللي هي تعتبر ناتشرل ما تبين كتير ضخمة أو تبين أنه فيك يعطيك ألف عافية دكتور وميرسي لوقتك ولكل المعلومات اللي أعطيتم شكرا لكم مشاهدينا رح نتوقف للحظات مع بريك صغير ومنرجع منتابع مع آخر لقاء بيطلع عليكم إلي بعد شوي إلي خلي كون مانو ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر